بالصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم فأم ونجوم فأم تي في بصوا بقى يا سادة الأول أهلا بيكم معنا مرة تانية في برنامجنا بالصراحة على نجوم فأم ونجوم فأم تي في معاكم وزيع اسمه يوسف الحسيني ضفنا العزيز غني عن التعريف والكاتب والباحث والمفكر الإسلامي لأستاذ سروة الخرباوي منورنا أهلا وسهلا أستاذ يوسف والمشاهدين والمستمعين ربنا يخلى حضرتك أول حاجة هتيجي على بالي مين صاحب دعوة 1111 وطلعت لنا منين هلا هي طلعت من قنوات الأخوان اللي في تركيا ولا هي طلعت لنا من بعض الصفحاتهم على فيسبوك وبعدين نبدأ نستقنف الكلام طلعوا منين بالدعوة دي هو يعني طبعا صاحب دعوة 1111 معروف بحيث أنه من درجة ومن كتر ما هو معروف المسألة بقيت زي الشمس في السامة بالضبط واللي يغمض عينه ويقول أنا مش شايف الشمس يبقى في مشكلة عنده هو هو اللي غمض عينه وهو اللي ما شافش صاحب دعوة 1111 اللي هم جماعة الإخوان بالذات اللي موجودين في تركيا اللي هم أصدروا بيان قبلها بفترة وقالوا إن احنا ندعو الشعب المصري إلى النزول في 1111 للثورة ودي بنسميها ثورة الغلابة وبنقول إن احنا عايزين الناس يعني عشان الأسعار وغلاء الأسعار والكلام ده ولعب على الوطر ده اللي دعوة 1111 هم صفحات بتاعة الإخوان اللي برضو بتودار من الخارج واللي طلع المستشار الإعلامي أو المتحدث الإعلامي لجماعة الإخوان في اليوم التالي 1111 و1211 مبارح يعني وقال الشعب المصري استجاب للدعوة بتاعتنا ونزل وموجات من المد الثوري واجتاحت الميادين إلا أن آلة القمع العسكرية وقفت ضدها وإن موجات المد الثوري دي نزلت عشان تتضامن مع الرابضين في الميادين منذ ثلاث سنوات لم يتركوها ده واقع طبعا بغض النظر عن ده واقعه الافتراضي آه واقعه الافتراضي لكن هو اللي يعني فرحان وبيعبر عن فرحته الشديدة إنه الجماهير كلها نزلت هو ده المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان اللي دعا للكلام دوت مجدي شالش مفتي جماعة الإخوان اللي نزل بيان يوم عشر أحداشر وعلى فكرة البيانات دي كلها متاحة وموجودة على الإنترنت موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي موجودة في الإعلام كله مجدي شالش مفتي جماعة الإخوان الهارب إلى تركيا طلع بيان وقال فيه أنا بادعو الشعب المصري غدا ده كان يوم عشر أحداشر إنه هو ينزل في الميادين ويقف ويقاوم هذا النظام الظالم الباغي بكل ما يملك من قوة حتى ولو كانت هذه القوة المتاحة لو هي السلاح هي الرصاص لأن سلميتنا أقوى بالرصاص زي ما قال في البيان بتاعه زي ما قال قبل كده هي دي الدعوات اللي خرجت من جماعة الإخوان اللي كانت بتلقى دعم من تركيا تركيا وبتلقى دعم من قطر بشكل أو بآخر واللي كانت بتلقى تأييد ودعم لوجيستي كبير من الولايات المتحدة الأمريكية كل ده بيترجم حالة وبيترجم صورة إنه إحنا مش في حالة رفاهية يا أستاذ يوسف ولحنا ينبغي أن نكون في حالة استرخاء وفي حالة طرف سياسي نحن في حالة حرب حقيقية تدار ولكن بشكل مختلف عن الحروب التي كانت تدار ضد مصر من قبل قبل كده يا أستاذ يوسف ويا كل مشاهد ويا كل مستمع كانت الحرب اللي بتبقى ضد مصر جند يواقف عدو موجود برا الحدود بتاعتنا عايز يدخل شايل بندقية شايل سيف قبل كده راكب دبابة راكب طيارة مدرعة وعايز يدخل بلدنا وكان فيه جندي مصري لابس لبس الجنود المصريين واقف بيدافع عن حدود مصر وعن أرض مصري دي كانت الحرب التقليدية إلا أننا دخلنا في حروب الجيل الرابع ودي حروب مختلفة في صورتها وطبعتها وطريقة إدارتها وطريقة ضغق الأموال دي حروب إحنا اللي بنستخدم فيها الشعوب بتاعت المناطق بتاعتنا الحرب العدو بتاعنا موجود في وسطينا قاعد معانا وبيتكلم معانا وبيدعي الوطنية وبيقول أنا ابن هذا الوطن وأنا أدافع عن حقوق الغلابة وأنا أريد أن أنتصر لهؤلاء الغلابة وعاوز يستغلهم ويستثمرهم كان غرض أي استعمار بيجي من بره أن يسقط الدولة عشان تقع في حجره ويبقى هو صاحب هذه الدولة وهو صاحب الثمرات التي سيجنيها من تلك الدولة لكن دلوقتي إسقاط النظام يتخذ أشكال أخرى أشكال مختلفة طب الإخوان وهم الداعين الرئيسيين لـ 11-11 أنا شفت القنوات بتاعتهم من فترة من حوالي أسبوعين أو يزيد قليلا وشفت مزعينهم وهم بيدعوا لذلك على الهواء مباشرة ويجيبوا ما يطلقون عليهم خبراء ومحللين ويحاولوا يعملوها صبغة أنها ثورت غلابة بسبب ارتفاع الأسعار والغلاء وما إلى ذلك ده واضح ومفهوم ولا يقبل أي شك على الإطلاق وزي ما حتى قلت البيانات المتاحة سواء كان من متحدث الإعلامي أو من مفتي الجماعة إلخ 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 إيه اللي يخلي إنه أو بالأصح عايزة فهم السيكولوجيا اللي وراء واحد إنه هو يطلع يقول لك الثورة الحمد لله نجحت أو بالأصح الدعوة نجحت والناس نزلت والجحافل والأعداد طب وهلو جحافل وأعداد كان هيبقى عندي مشهد إما 25 يناير أو 36 وبعدين هو يوجه خطابه لمين إذا كان المصريين اللي هو بيكلمهم على سبيل المثال حدش نزل في الحد استجاب للدعوة الحركات الديمقراطية حتى شديدة المعارضة منها لنظام الإدارة الحالية رفضوا الاستجابة لـ 11-11 وأعلانوا عدم مشاركتهم من زمان هو بيكلم مين بدا؟ هو بيكلم مين دي مسألة لازم نشوف فيها مصارين المصاري الأول المصاري النفسي يعني ونسأل نفسنا ونروح لدكاترة الطب النفسي وطب نفس الاجتماعي نروح للدكتور أحمد عكاشا نروح للعلماء بتوعنا المتخصصين في هذا المجال ونقول لهم هو الموضوع ده متعلق بمرض نفسي هي الناس دي مرضى نفسيين؟ ولا الحكاية إيه بالضبط؟ ولا في مرض بيبقى اسمه مرض إنكار الواقع لما واحد يصاب بصدمة نفسية عنيفة جدا من الممكن أن تزلزل أركانه بيضطر عشان يدافع عن نفسه أنه هو يخلق ينكر الواقع الذي زلزل أركانه أصلا وده مرض نفسي معروف وشوفنا له حالات كتيرة قوي ينكر هذا الواقع وعشان يستريح بقى بيخلق لنفسه عالم افتراضي واقع مختلف واقع غير حقيقي يمني نفسه فيه بأمنيات كتيرة فده مرض نفسي جزء منه في مصار زي ما قلت لحضرتك من المصارين اللي عايز أتكلم فيهم المصاري الأول هو المرض النفسي الذي يجب أن يبحث من المتخصصين في هذا المجال ونشوف الكلام بتاعهم خصوصا لما تلاقي واحد زي الأخ مجدي شالش ده اللي هو إيه بالمناسبة يعني اللي هو بالمناسبة بيدرس أستاذ فقه فيه جامعة الأزهر وهو شيخ معمم إلا أنه ترك العمامة وترك الزي الأزهري وارتدى أثياب المدنية وهو كان لدور كبير كان المساعد أو النائب بتاع عبد الرحمن البر مفتي جماعة الإخوان ووضع منظومة ودلوقتي القائم بأعمال مفتي جماعة الإخوان وكان قد قبض عليه في عام 2014 على دمة إحدى القضايا هو من منطقة الخنكة ويمكن دي مثلا يعني ثر تساؤل عندي بعد ما سمعت بعض كلامه هو يا ترى من منطقة الخنكة ولا من مستشفى الخنكة ليه؟ ليه أنا بقول كده مستشفى الخنكة لأمراض العقلية لأنه مجد شلش اللي هيرب بعد ما طلع من السجن طلع بكفالة ألف جنيه في منحب سحتياطي على دمة إحدى القضايا استطاع الهرب إلى السودان ومن السودان حتى رحاله في تركيا في اسطنبول طلع من حوالي شهر وشوية في إحدى القنوات الإخوانية اللي بتطلع من تركيا ورح قايل بيتكلم عن إنه الشعب الماصري خد بالك بقى في يناير 2015 في 25 يناير 2015 نزل في الشارع المصري كل الشعب وأنه لم يأبه ولم يهتم على الإطلاق بآلة القمع العسكرية وإنه لما ماهتمش بآلة القمع العسكرية الشرطة هربت من قدامه في 25 يناير 2015 الشرطة هربت وتركت الأقسام تركت أقسام الشرطة وتركت الأسلحة فاضطرت الدولة إنها تنزل لتواجه تلك الكتل الثورية الغير مسبوقة في كلامه نزلوا طيارات ودبابات ومدرعات وإنه لو لا هذه الدبابات والمدرعات لا استمر الشعب في الشارع ولا استمرت الثورة وبيعيب على الإدارة الشرعية للجماعة الإدارة التقليدية التاريخية للجماعة محمود عزة ومحمود حسين وعمر دراج وغيرهم قال إن الناس دي الحقيقة حطت رؤية خاطئة كان من المفترض أن تطلب من أفراد جماعة الإخوان إنها تنزل وتستمر في المادين وتستمر في الشوارع إلا أنها رأت أن الوقت لم يحن بعد لكي يعود الإخوان للحكم مرة أخرى فطلبوا من الإخوان الرجوع مرة أخرى إلى البيوت الكلام ده قالوا نصا ولفظا وحصرا في إحدى القدوات التي تخرج من تركيا أنا بعد ما اسمعت الكلام ده قلت هو إيه الحكاية يمكن أنا مثلا كنت مسافر في 25 يناير والإعلام المصري غطى على القصة 25 يناير 2015 يمكن نجوم إفئمة أو غيرهم منه ما حستش بيها بهذا النبض الجماهيري والنبض الثوري الكبير فما اتكلمتش عنها وما جابتش سيرتها قلت تتبع بقى صفحة مجدي شلش ده في الفيسبوك واشوف صفحات باقي الإخوان اللي أنا بقرأ منهم ومن عندهم ساعات بعض الأفكار وبعض البيانات فدخلت بصيت لقيت فيه ناس بترد عليه وبتقول له آه فعلا احنا كنا في الشوارع بس هو الموضوع ما كانش كبير للدرجات دي بس كان ممكن يتحول إلى هذا الحد وحد تاني بيقول أنا فعلا شاهدت رجال الشرطة وهم يهربون من الشوارع في 25 يناير واحد تاني بيقول لا هي بكنش يوم 25 يناير بس كان 25 و 26 و 27 و 28 و اضطرت الدولة أن تدخل بالأسلحة الثقيلة لمواجهة الجماهير الثائرة في الشوارع ده ناس بترد على بعض وبتتكلم ودي ناس حية مش صفحات وهمية مش أشخاص وهمية لا أشخاص أنا عارفهم شخصيا فبقيت أقول الله هي أنا كنت في مصر و أنا كنت بمشي في شوارع مصر وبتنقل من مكان لمكان هو ما كانش فيه حاجة خالص هو إيه اللي حاصل إيه الناس دي بتفكر إذا إيه ده المصاري المفروض يدرس نفسيا طيب فيه مصار تاني بقى الناس دي الحقيقة بتتلقى دعم من أجهزة غربية ومن دول الدعم ده اتضاح لي بعد كده إنه ملايين ملايين وعلى فكرة مش أنا اللي بقولي الكلام ده لا ده لما تدخل برضو أو يجرب أي حد يدخل الصفحات بتاعتهم يدخل صفحة الرجل اللي كان مدير مكتب يوسف القرضاوي اسمه عصام تليمة ولا يدخل لواحد من قيادات اللي مع محمد كمال اللي قتل في مواجهة مع الشرطة اسمه عز الدين دويدار يدخل على صفحات الناس دي هيجد إنه هم نفسهم فريق من الإخوان وجه اتهامات لفريق آخر أنه تلقى ملايين الدولارات من قطر علشان يقوموا بتوجهها إلى الداخل المصري عشان يكملوا الحراكة ثوري المسلح إلا إن تلك القيادات أخذت تلك الملايين واغتنمتها لنفسها خدتها لنفسها كوشت عليها حطتها جوه بطنها مش الكلام ده كلامي الحقيقة أنا ناقل لهذا الكلام منهم هم هم اللي بيقولوك هم بيتهموا بعض يبقى أنت تيجي تشوف المسار بتاع المال ما هو فيه واحد اللي هو صاحب المال صاحب الحانة صاحب المسرح اللي المفروض تتم عليه العروض فينبغي على هذا على صاحب المال إنه هو يعرف إنه فيه مردود للمال اللي بيدفعه وينبغي أن يتم تصدير صورة وهمية للمصريين اللي مقيمين في الخارج اللي هم مش عايشين في وسطنا المصريين اللي في الغربة يقولوا لهم إنه المصريين جوه تيرين المصريين جوه غضبانين المصريين جوه بينزلوا في الشوارع بالملايين فكما يسعى إلى التأثير على العقلية الجمعية في الداخل عن طريق وسائل التواصل الاتماعي يسعى أيضا إلى التأثير على العقلية الجمعية للمصريين اللي موجودين برا مصر اللي عايشين في الغربة اللي عايشين أي خبر يجي لهم فلما تطلع قناة ذا قناة الجزيرة ولا قناة الإخوان هناك وتجيب مظاهرات وهمية مصورينها من 2011 ويزعوها ويشوفوا الشرطة وهي بتواجه تلك المظاهرات أو قناة المسيلة للدموع أو غيره على أنها أشياء تحدث حاليا يقولك مظاهرات الجماهير حاليا في الدقالية في البحيرة في كفر الدوار في الأسكندرية بس برضو لازم نعرف حاجة هو ما فيش مظاهرات خرجت خرجت في البحيرة وتقض على ناس وخرجت في اسكندرية وخرجت في بعض كانوا بيخرجوا بخمسين واحد أو مئة واحد الحقيقة كنت بقى أحسن الظن يعني أو أنا كان عندي مش حسن الظن كان عندي سوء تقدير فكنت بقول هم ممكن يخرجوا بضعة ألاف لأنه أنا عارف أن تنظيم الإخوان عدده تقريبا حوالي ربعمائة ألف فيعني لو خرج بضعة ألاف في ناس ألولي يخرج متين ألف وقلت لهم لا لا مش ممكن أنا عارف أن في حالة إحباط شديدة داخل تنظيم الإخوان داخل أفراد الإخوان الغالبية العظمى من هذا التنظيم من الأفراد العاديين هم ضدنا صحيح ضد الوطن صحيح نفسيتهم مصورة لهم أنه الوطن قد تكالب عليهم وأنه يقوم بظلمهم وأن أبناء الوطن ضدهم ده جوا يقنهم جوا أعتقدهم معتقدين كده ماشي لكن برضو جواهم حالة إحباط بيقولوا أن الإدارة بتاعت الجماعة أخطأت في إدارة الأزمة ما عرفتش تحل المشاكل بشكل كويس فبقوا محبطين فقرروا أن يقفوا موقفا سلبيا نحن هنقعد في بيوتنا مش هنتحرك مش هنروح لو حد دعنا للخروج مش هنخرج هم متضامنين معهم نفسيا لكن مش هتضامنوا معهم جسدية أعدهم شعور بالخزلان شعور كبير يا أستاذ يوسف ده كلام أستاذ أستاذ عايز أفهمه برضو أكتر من حضرتك على مسألة هل هناك فعلا انقسام حد جوا الجماعة تبدل للتهمات اللي حضرتك وضحته وشرحته ده بيقول أن في انقسام مسألة أنه قواعد الجماعة لا تريد أن تستجيب لدعوات القيادات واضح أنه فيه مش بقى حتى انقسام في حالة انفصال كبير عدم النزول في 11-11 وعلى جانب آخر لجان الجماعة الالكترونية اشتغلت على السوشال ميديا بعد ما يقولوا القيادات تقول ده احنا نزلنا بأعداد غفيرة اللجان الالكترونية تقول ما احنا منزلناش علشان خطر لقينا مدرعات ودبابات وتواجد أمني كثير أفلوا الميادين زي ما تكون سينما ورايحين يتفرجوا على الفيلم ولقوا سينما مقفولة العاوز يسور بياخد الإذن بياخد الإذن من الدولة فالخطاب متناقض القيادات تقول النزول بأعداد غفيرة اللجان الالكترونية تقول اصلا منزلناش علشان قفلوا الميادين علشان التواجد الأمني المكسف ما فهمتش حالة الانقسام اللي موجودة والتباعد ما بين القواعد والقيادات ده اللي احنا عايزين يتناقش فيه استأذن حضرتك بعد الفاصل بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم مفقام ونجوم مفقام تي في نسا معاكم فيه برنامجنا بصراحة على نجوم مفقام ونجوم مفقام تي في ولازال معانا الكاتب والبحث والمفكر الإسلامي الأستاذ صروة الخرباوي وكنت بقول انه مسألة اختلاف الخطاب قيادات الجماعة تقول وانزلنا والملايين والصوار ومش عارف ايه ولجان إلكترونية الجماعة تقول اصلا منزلناش لانه المهيدين اتقفلت والآلة والقمع واش عارف العسكر والشرطة انا ما فهمتش مين اللي بيقود اللجان ولا القيادات واللجان دي مش لها قيادات خوة بص اقول لك حاجة زمان كان جماعة الاخوان لها صاحب اه لما بيقول حاجة صاحبها ده لما بيقول حاجة كل افراد جماعة الاخوان كان بتسمع كلامه وتضرب له تعظيم سلام وتقول له ولا تضلين امين احنا معاك اللي انت تقول وهتقول لنا نرمي نفسنا من فوق الغرم نرمي نفسنا في النيل في البحر هنعمل اللي انت تقول لنا عليه لان انت المرشد انت الكبير انت الرجل الرباني القريب من الله سبحانه وتعالى انت اللي بتقود التوجه بتاعنا لكن دلوقتي تقدر تقول ان دي جماعة من غير صاحب وده كلام حقيقي جماعة ملهاش صاحب ملهاش حد يترد عليه مفيش حد نقدر نقول انه ده جماعة الاخوان ليه صحيح جماعة الاخوان حاليا طيار فكري واحد لا يستطيع احد ان يقول ان هناك حمائم وهناك سقور زي ما كان بيتقال قبل كده وكان بيتضحك علينا قبل كده لما يتقال اه وفيه اصلاحيين ومش اصلاحيين لا كل دي كانت تعبيرات فارغة لا قيمة لها في الحقيقة هم طيار فكري واحد يؤمن بفكرة واحدة لكن كان مفيش شك ان كان فيه اختلاف حوالين الوسائل هو عشان نحقق الفكرة بتاعتنا ده ده ناس منهم يقولوا كده نحقق الفكرة بتاعتنا الوسائل التي من الممكن ان نقوم باتباعها كي نحقق هذه الفكرة ناس تقول نفعل كده والتانين يقولوا لا كده دي تودينا بداهية احنا نعمل كده 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 دي افضل فكانت المسألة خلاف حوالين الوسائل اختلاف مش خلاف كمان كان اختلاف في الرؤى حول الوسائل التي كانت يجب ان تتبع لكن ايه الفكرة الرئاسية عندهم الفكرة الرئاسية ان المجتمع ده مجتمع محارب مجتمع ليس محارب لجماعة الاخوان ولكنه مجتمع محارب للاسلام لذلك لما جمت في زمن وقاله جمال عبد الناصر هو كان مختلف مع الاخوان قالوا لا اوعوا تفتكروا هم بيكلموا شباب الاخوان في السبعينيات وتمانينات وتسعينات والى الان اوعوا تفتكروا ان جمال عبد الناصر ده كان مختلف مع الاخوان او مخالف لهم او محارب لهم او كان فيه خلاف سياسي ده الراجل ده محارب للاسلام ضد الاسلام عايز يقضي على الاسلام وده الكلام اللي بيتعلمه كل واحد بيدخل كيجي ون الإخوان إنه عبد الناصر ده أكبر عدو للإسلام استبدلوا العدو ده دلوقتي وقالوا اوعوا تقولوا إن عبد الفتاح السيسي هو عدو للإخوان أو ضد الإخوان أو ده يمثل الجناح العسكري في الدولة المصرية لا ده عدو للإسلام قالوا على جمال عبد الناصر إنه الله ده أمه يهودية ويجوا يكرروا يعني كأنه ما فيش جديد كأنه ما فيش خيال كأنه ما فيش ابتكار قولوا حاجة جديدة مختلفة شوية شوية عشان على الأقل الناس يصدقوا لكن هم مدركين إن المجموعة اللي حواليهم هتصدقهم هتصدقهم ما مقالوا فكان إذن الفكرة إن هذا المجتمع مجتمع محارب للإسلام وحسن البنة قال لهم مثل هذا الكلام برضو عشان محدش يفتكر إن حسن البنة حاجة وسيد قطب وجمس شريرين الوحشين اللي هم أصحاب الأنياب والمخالب بتوع سيد قطب وحولوا الجماعة من مصار طيب وجميل وإصلاحي ودعوي إلى مصار فيه عنف وإرهاب لا الحقيقة اللي اتنين بيكملوا مع بعض ده طلع ثلاث سلمات والتاني سيد قطب جي طلع على السلمات الثلاثة البقيين يعني صعد من حيث انتهى حسن البنة إنما كلها بتقود إلى بعض فهم في الفكر إن المجتمع ده مجتمع كله بأسره محارب للإسلام إلا من وقف معهم وإلا من تضامن معهم وإلا من تعاطف معهم وإلا من دقل معهم داخل التنظيم داخل التنظيم ده الجيش المحارب من أجل الإسلام إنما البقيين المتعاطفين معنا دول اللي بيدعمونا وبيدعمونا بأشكال مختلفة فيبقوا برضو معنا فإنما بقي المجتمع كله ده مجتمع محارب للإسلام ويقف ضد الإسلام يقف ضد الإسلام إما لأنه جزء منه كافر أصلا جزء منه بيدخلوا طبعا في الكفر هنا إخوانا الأقباط دول كفار ومش الأقباط بس يا ريت برضو المسلمين اللي هم وقفين ضد الإخوان وبينبهوا الناس لخطورة تلك الجماعة على الأمة وعلى الدين يقولوا برضو دول كفار يبقى عندهم فريق من الكفار وعندهم فريق من المرتدين ناس كانوا معانا وزينا وشكلهم زينا وبيتكلموا بالسنة وبعدين ارتدوا بعد ذلك عن الإسلام دول الذين خرجوا من الجماعة وأخذوا ينبهون أبناء الوطن لخطورة النظر فبيسمون فريق المرتدين فيه فريق آخر اسمه فريق الباغين أو الظالمين ده اللي منهم يوسف الحسيني اللي منهم الإعلاميين اللي منهم السياسيين اللي منهم الفرق السياسية المختلفة والأحزاب السياسية المختلفة كالناصريين كاليسار كغيره دول كلهم لبراليين علمانيين دول كلهم ده من سواء في منهم كفار وفي منهم مرتدين لكن دول كلهم بغاء ظالمين كل الجماعة كل الجماعة بأسرها تؤمن بأن كل هؤلاء يجب أن يتموا موجهتهم ومحربتهم لكن جي الخلاف بقى فين يا أستاذ يوسف جي الخلاف حوالين أنه في مجموعة قالت يا جماعة استهدوا بالله كده واسمعونا إحنا قوتنا دلوقتي ضعيفة اتعرضنا لضربات سياسية واتعرضنا لضربات أمنية وناس كتير عندنا في الواقع بتاعنا بقوا محبطين وقاعدين مش عاديين يشتركوا في حاجة إحنا لازم نلم نفسنا الأول ونقوي نفسنا الأول ولما يبقى عندنا القدرة على الانقلاب على هذا المجتمع ومواجهة هذا المجتمع بالقوة ساعتها نعمل كده الناس التانين قالوا لهم لا أنتوا ما بتقرش قرآن هو أنتوا عارفين حاجة في الدين أنتوا رؤيتكم قاصرة وغير صحيح ليه يا سيدي انتو هو قالوا لأن ربنا قال لنا في القرآن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فربنا قال ما استطعتم ما قالش ما تكافئون به الأعداء من قوة أو ما تتغلبون به على الأعداء من قوة قال ما استطعتم قدر الاستطاعة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإحنا دي الاستطاعة بتاعتنا إحنا مأمورين إن إحنا بالاستطاعة دي إن إحنا نعمل حراك ثوري مسلح إن إحنا نغير من التكتيك إحنا نغير من السلوب المواجهة نستخدم الإرهاب الاقتصادي نستخدم صناعة أزمة في المجتمع لا كذا 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 فبقى فيه رؤيتين وصلت لدرجة إيه إمبارح يا أستاذ يوسف إمبارح طلع السلطة في السودان لأن فيه مجموعة من إخوان مصر هربوا إلى السودان فالسلطة السودانية بدأت بالأمس في القبض على عدد من الإخوان المصريين الهاربين في السودان التانيين اللي مستخبين لسه في السودان أو اللي هربانين في أماكن أخرى قالوا إيه على الصفحات بتاعتهم وأصدروا بيانات وبيتكلموا بيقولوا إيه بيقولوا إن الذي يبلغ علينا ودل علينا وأرشد علينا هم الفريق التاني بتاع الإخوان مش الحكومة المصرية مش النظام المصري الفاجر الكافر بن حلزة لا ده الذي أرشد علينا هم إخواننا الذين بغوا علينا محمود عزة وغيره عمر دراج ومحمود حسين المجموعة دي وإحنا المجموعة الكمالية المجموعة الكمالية دي اللي هي بتنسب نفسها إلى محمد كمال سموا نفسهم مجموعة المؤسس الثالث أو المجموعة الكمالية دول اللي موجودين في السودان واللي كانوا بيتدربوا حولوا بعض الأراضي في السودان إلى ساحة للتدريب على السلاح والسلطة السودانية بدأت في القبض عليهم والقبض على بعض أفرادهم والباقي مستخبيين فبيحرطوا بيقولوا اللي دل علينا هم الفريق الذي يرى أننا لا ينبغي أن نواجه الآن إلا عندما يكون لدينا استطاعة دخل في القصة بقى الفلوس أنا عايز أقول لك حاجة فيه واحد اسم محمد السعيد محمد السعيد دوت يا أستاذ يوسف من الذين اتهموا وقبض عليهم في القضية بتاعة محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز واثمان ومحاولة اغتيال الدكتور علي جمعة واللي طلعت الاعترافات بتاعته صوت وصورة اعترف صوت وصورة واللي راح للنيابة واعترفت مع المحامين بتوعه قدام محامينه في النيابة العامة بالتفصيل الممل حتى عن الأموال التي كانت تأتي إليهم من الخارج من المجموعات التي كانت تمول زي يحيى موسى زي جمال حشمت زي أحمد عبد الرحمن دي مجموعات بتمول عمليات الإرهابية من تركيا بتبعتهم فلوس هنا الراجل ده ساعة ما تقبض عليه برضو عشان الناس تعرف والواقع الإخواني المضلل يعرف ساعة ما تقبض عليه راكب عربية بيم دابليو الفئة السادسة اللي هي من أغلى أنا معرفش إيه الفئة السادسة دي الحقيقة لكن بيقال إنها من أغلى أنواع السيارات ويقال إن التمام بتاعها مليون ونص وهو تقبض عليه داخل العربية بتاعته داخل السيارة بتاعته عنده ستة عربيات تانية من أحدث الموديلات هذا الرجل الذي لم يكن يجد قوت يومه قبل كده بص لقى بتتحول له فلوس عشان يدير عمليات في الداخل وبقى مع مليين بيتحول له دولارات وبتجيله بشكل أو بآخر بتتهرب وبقى مع مليين وفي آخرين بصوا لقوا إن ده اللي ما كانش زي ما هو مقال في النيابة العامة اعترافه في النيابة العامة عندما قال سأله وكيل النائب العام من أجل المال تضحي ببلدك قال يا سيادة وكيل النائب العام أنا ما كانش عندي غير شراب مقطوع واحد الآن أنا عندي عربية بي ام دابلي وكذا فالمال أعمى بصري وأعمى بصيرتي ده الكلام اللي هو قاله صراحة لما ناس تانية برضو فقيرة وغلبانة مش لقى يتاكل من الإخوان ولقوا إنه في ناس تانية بتجيلها ملايين وفي ناس موجودة في تركيا بيعملوا علامة رابعة وهم قاعدين على موائد عامرة بالطعام وبيتكلموا عن ثورة الغلابة زي وجدي غنيم وأشباهه قالوا إيه الحكاية ده المسألة بقى فيه أموال وفيه فلوس وفيه ملايين وهذه الملايين لعبت برؤوس هؤلاء القادة فده وجه من أوجه الخلاف تقول الجماعة دي ليه ما نزلوش ما نزلوش لأنه اللي نزل منهم حوالي تقريبا في كل محافظات مصر حوالي ألفين من ربعمائة ألف واحد هم بيعملوا الحكاية دي بيقولوا إحنا عايزين نرفع الواقع ده جزء من العمليات الإخوان بيعملوها لما بيجوا وعملوا فاعلية من الفاعليات بيقول أنا عايز أشوف الواقع الإخواني قدر استجابته قد إيه فلما ينزل ألفين من ربعمائة ألف يبقى الواقع بتاعهم في أسفل سافلين في الدرك الأسفل هو بقى وهو في أسفل سافلين في الدرك الأسفل هيروح يصدر خطاب برضو للواقع الإخواني اللي موجود بره أو حتى لواقع إخواني موجود في الداخل إلا أنه ينظر إلى البقعة الجغرافية اللي هو قاعد فيه ناس قاعدة بس من الإخوان في التجمع الخامس وما قدرواش يخرجوا يبقى لازم تجي لهم صورة مزيفة لأنه هيفتح قنوات الإخوان في التركيا وقنات الجزيرة وهيبص على وسائل التواصل الاجتماعي بتاعهم وهيبص يلاقي ده فيه ناس في كفر الدوار فيه ناس في دمانهور فيه ناس في حوش عيسى فيه ناس في اسكندرية في الحتة الفلانية بيتقال له كده يبص له شوية صور وفيديوهات يقول له دول دلوقتي الشرق موجودية الأحرار نزلوا على رأيه الأحرار نزلوا فيبقى هو دلوقتي بيدلس على الناس اللي قاعدين في بقعتهم الجغرافية لم يتركوها على أنه في رفع الواقع ده لا فيه نسبة استجابة كبيرة عشان تدي له حماس يتحمس وعشان لما يكون فيه فاعلية أخرى يقول في نفسه أنا ما خرجتش المرة اللي فاتت يبقى أنا لازم بقى أشارك فيها دي يبقى أنا لازم المرة دي أشارك مش هيفوتني الحراط إنما برضو جزء من القصة زي ما أنت ما سألتني جماعة عملها الصاحب لأنه فيه ناس دعت وفيه ناس قالت لا يا جماعة إحنا مش عايزين نطلع دلوقتي عشان ما نهدرش الطاقات بتاعتنا فبقى فيه تضارب في القيادة لأنه ما فيش في الحقيقة قيادة واحدة تقودها دي الجماعة طيب هنا بقى مسألة إنه اللي منزلش قبل كده ينزل تاني حاجة تاني يوم خمسة وعشرين يناير هل هنفضل ماشيين في نفس هذا السلسال الحقيقة المؤسف من وجع الدماغ والصداع إنه طيب مش هداشر حداشر طيب خمسة وعشرين يناير الفين وسبعتاشر طيب حداشر فبراير الفين وسبعتاشر طيب تلاتين ستة الفين وسبعتاشر طيب اربعتاشر اغسط ونفضل شغلين على التواريخ المعروفة عند كل مصري منذ خمس أو ست سنوات اهو يفضل الاخوان يشتغلوا على مسألة حشد للنزول في تاريخ ما ونفضل احنا كلنا بقى متعطلين ونفضل شغلين دماغنا بهذه القصة إلى متى أحب أفهم ده من أساس سروة الخرباوي لو سمحتوا استنونا بعض الفاصل مع يوسف الحسيني على نجوم فأم ونجوم فأم تي في طيب احنا لسه مع حضراتكو في برنامجنا بصراحة وضفنا العزيز داخل استوديو الكاتب والبحث والمفاكر اسلامي وساس سروة الخرباوي وكنا بنقول مسألة الناس بقول طيب خلاص احنا الاخوان عاوزين يحمسوهم اصليمتوا بقى اللي منزلش المرة دي اكيد هينزل المرة الجاية ويعودوا يعملولهم يشغلولهم قالتهم الاعلامات بتاعة تركيا ياه وشوية اللجان والجودة ده معنى ايه معنى انه هم بيحاولوا يحضروا شيء ما لخمسة وعشرين يناير القادم او حداشر فبراير او تلاتين ستة او اربعتاشر اغسطس وهلهم مجرد فبص هو جزء من المشكلة الحقيقة فينا احنا لانه لما يجوا يقولوا خمسة وعشرين يناير يقولوا حداشر اتنين يقولوا حداشر حداشر الموعيد اللي هم عمالين يضربوها دي التي اه لا يحدث فيها اي شيء الحقيقة دي مجرد دعوة بتلقى الا ان فيه مستقبل بيستقبل هذه الدعوات اللي هو احنا اللي هو برضو الاعلام اللي هو صحافة اللي هو التلفزيون اللي هو السوشيال ميديا اللي هو كل واحد مننا قاعد الان على بلده على الفيسبوك وعلى تويتر ومتخوف انه ممكن تحصل احداث فيبتدي يتكلم ويقول الحق دول محددين يوم كذا دول قرروا يعملوا كذا ده فيه دعوات طلعت بكذا صحيح فيه هم اطلقوا الدعوة لكن تركوا لنا بعد ذلك مسألة الترويج لهذه الدعوة احنا اللي بنتكلم فيها واحنا اللي بنقولها لذلك كان جزء من الافكار اللي موجودة داخل جماعة الاخوان كانوا بيقولوا كلام دوت يعني لقاءات متعددة فيما لجنة كان اسمها لجنة الاعلامية في جماعة الاخوان الكلام ده سنة 91 كانوا بيقولوا يكفي ان نطلق الشائعة او نطلق الدعوة وسنترك للباقين للشعب للناس العادية حتى الذين لا يؤمنون بناء والذين يقفون ضدنا الفرصة للترويج لهذه الدعوة او هذه الشائعة فلما ييجوا قالوا جزء من تطخيم 11-11 بره لما نيجي ندرس الحالة الاهتمام ازائد بها والخوف المبالغ فيه منها ومن اثارها رغم ان احنا كنا بنطمن الناس يا جماعة مفيش حاجة مفيش حداث هتحصل ما عندهمش القدرة طلعت في ابتر من مكان وقلت بلغة بسيطة سهلة ده فانكوش ده بلح مفيش اي حاجة هتحصل الناس دي بتتروج المسألة وسيبانة احنا نخاف وجزء من التكتيج بتاحهم ايه انه لما يقول 11-11 ويجي بعدها يقول 18-12 وبعد 18 يقول 25 يناير وبعد 25 يناير يقول 11-2 كل المواعيد دي اللي عملين يضربوها هم مدركين تمام الادراك ان احنا هننشغل بيها وهنهتم بيها وهنقعد نتكلم على ونجيب سرتها فيبقى ساعتها بقى ده مجتمع منشغل بازمة من الممكن ان تحدث في اليوم الفلاني قاعد مترقب لليوم ده وسائحين موجودين برة المفروض ان هم هيجوا ناس تحذرهم وتقولهم لا خلي بالكوا البلد ده فيه قلق ده فيه اتراب ده ممكن تحصل لحاجات فريق غانا الجه وهيلعب معنا النهاردة و هننتصر عليه ان شاء الله بإذن الله في كاس التصويرات كاس العالم الفريق نفسه اعرب عن قلقه وخوفه افراد الفريق من ان هم هيجوا في مصر لانه سمعين ان فيه احداث شوف السمعة بتاعت الاحداث وصلت لغانا وانه مصر فيها احداث ومصر ما فيهش اي حاجة احداث جميلة مفيش حد ثائر او غاضب او ممكن يعمل عمل فيه مفلات على الاطلاق والامور تحت السيطرة التامة لكن شوف ده مثال الرد الفعل في الخارج ايه فيبقى البلد المشاغلة دي السياح مش هيجوا الاقتصاد هيتأثر الاقتصاد هيتدمر بلد الشعب بتاعه قاعد في حالة قلق والطراب وارتباك منتظر حدث مهم من الممكن ان يحدث يؤثر على امنه الشخصي مترقب لا يستطيع الانتاج مجتمع قلق مضطرب لا يستطيع الانتاج على الاطلاق فيه ناس كتير انا فجأت انها كانت بترتب موعيد المفروض تعملها قبل 11-11 وقالت لا احنا هنستنى يا جماعة البعد 11-11 عشان نشوف ايه الله يحصل يا جماعة تستنى ايه عيش حياتك اعمل الشركة بتاعتك ادخل بالاستثمار بتاعتك قوم بكل الانشطة اللي عاية اللي انت عايز تعملها فلذلك ستستمر دعوات الاخوان ولكن ينبغي ان تلقى هذه الدعوات اهمال منا من الناس من الاعلام من الشعب احنا عرفنا خلاص قدرهم نعتبر 11-11 دي البصلة اللي عرفتنا قدرة هذه الجماعة الحركة انا اكتر الناس عرفهم والله يا استاذ يوسف انا بقولك حتى لما كنت داخل الاخوان احنا كنا بنوجه ساعات انتقادات للقيادة وكنا بنقول لهم يا جماعة احنا عندنا القدرة على الحركة في الشارع لكن ليس لدينا القدرة على تحريك الشارع على الاطلاق كنا بنقول لهم احنا شايفين الناس لما بنتلع في المظاهرات او طلبة الجامعة بيطلع في المظاهرات وحرق عالم امريكا المصرح اللي كان بيتم وكانت القيادات بتعقد دقاءات مع افراد من الادارة الامريكية في الخفاء فكنا بنقول لهم الشارع ما بيشتركش الناس بتوقف تتفرج علينا وخلاص ما عندناش قدرة على تحريك الشارع هو فيه حاجة خطأ يا إما الناس مش مؤمنة بينا يا إما الناس مش مؤمنة بالأفكار بتاعتنا يا إما الناس عارفة أن احنا الكلام ده تمثيل لأنه لا يمكن تكون جماعة صادقة والشعب لا يشترك معها وهي صادقة الشعب يعني سعد زغلول طلع وهو رجل في لحظة من اللحظات الحاسمة في تاريخ مصر ظهر واختلف عن تاريخه السابق وظهر صدقه قدام الشعب المصري فالشعب المصري كله بكل البسطاء الفلاحين الغلابة الحقيقين راحوا يعملوا توكيل لسعد زغل والجمال عبد الناصر الذي لم يكن معروفا من أحد في الشعب المصري قبل ثورة 52 لكن الناس لما سمعوه وبيتكلم بصدقه وحسوا بالصدق بتاعه كل الشعب وقف معاه الشعب بيحس بالإنسان الصادق وبيقف معاه فكنا بنقول لهم الكلام ده ما زالت هذه المشكلة بل تراكمت وأصبحت أكبر من الأول ليه؟ لأنه في الأول لما الشعب ما كانش بيسدق الإخوان كان الإخوان يقدروا يحركوا نفسهم في الشارع لكن ما بيقدروا يحركوا الشارع كان وقتها جماعة الإخوان أهدفها مخفية عن الناس ناس كتير ما تعرفش حتى من النخب بتاعتنا منه جباء هذا الوطن من ناس اللي أروا حتى اللي منقروا تاريخ جماعة الإخوان وأدركوا أنها جماعة إرهابية ارتكبت إرهاب في فترات من حياتها ومن تاريخها كانوا مغشوشين فيها برضو وانت شفت يا أستاذ يوسف مجموعة من المغشوشين الذين ذهبوا إلى أحد الفنادق ليبايعوا محمد مرسي المجموعة دي المفروض كانوا منه جباء مصر عارفين اللي بيدور في قلبها دي الجماعة عارفين أفكارها عارفين مصرينها إيه اللي بيحصل جوا بطنها ومع ذلك قالوا بتاعتها كلام يعني الحقيقة أفقدني ثقتي في ناس كتير أنتوا إيه بالضبط مش فاهمين الحكاية بالضبط ولا إيه الموضوع دلوقتي بقى الشعب المصري بالحدث بتاعه بإحساسه بالبصلة الحقيقية المخزون الحضاري اللي جواه بالقشرة الحضارية اللي موجودة تحته فهم جماعة الإخوان وأدركها وأدرك حققتها في الوقت اللي كان زمان ما بيتحركش معها في الشارع يبقى دلوقتي بعد ما فهمها وعرفها وخبازها وعجنها هينزل يا أستاذ يوسف يتضمن معها في الشارع مفيش حد وهم جوا الجماعة زي ما قلت لك الجماعة ليس لها صاحب لن يقف معها أحد لا يستطيع أحد أن يتحد أنت ليس قالتني السؤال بتاع من الذي دعا إلى أحداث 11-11 لأن انت ما شفتش صاحب للجماعة لو انت شفت صاحب للجماعة بيقول ها أنا ذا أنا الذي أأمر تلك الجماعة فتطيع ما لقناش حد لقنا واحد بيقول كلمة واحد بيقول كلمة وثالث بيقول كلمة ثالثة ورابع وهكذا لقينا الجماعة دي مجموعة من الخراف الضالة التي يتجه كل مجموعة من تلك الخراف الضالة في اتجاه مختلف عن الاتجاه الآخر ما لهاش راعي غنم هروح لفاصل وهسأل لماذا وقع الإعلام أو قل في أغلبه وقع في فخ الزعر انت مش شايف اني في فواصل كتير يا استاذ يوسف وللأسف هعمل ليه بس يعني انا شايف يعني ذلك الشرير الذي يجلس بجانبك هو الذي يحرض اه اه حاطت لنا تايمر انا شاكك انه اخوان فمش عايزنا نكمل الكلام اه عشان فضل شاكر نبلغ عنه عشان فضل شاكر اه وشغل اغنية معينة كنا عايزين نشغل واحدة تانية كانت اكثر طيب علشان خاطر تبع الاقل تنقص صحيفتك يعني شغل اغنية تانية يعني هل اغنية تانية بسرعة هنروح للفاصل ونكمل الكلام مع الكاتب والمفاكر اسلامي وسه السروة الخرباوي لو سمحتوا استنونا بصراحة مع يوسف الحسيني على نجوم مفاقم ونجوم مفاقم تي في ده كان فاصل ممتع بصراحة عشان نتكلمنا في حاجة لطيفة جدا خلونا نعيد يترحيب مرة تانية بالكاتب والمفاكر بس كان كلام في التاريخ يا يوسف جدا تاريخ وتاريخ الجماعة وعلاقتها محاولة علاقتها بالاختراق السلطة وما الى ذلك نرحب مرة تانية بالكاتب والمفاكر الاسلامي وسه السروة الخرباوي وكت بقول اغلب الاعلام واقدر استثني نفسي وقليلين الاغلبية للأسف الشديد شافت انه ده في 11 11 وربنا يسطر وكل خرج في منبره يحذر الجماهير ويشيع جو من التوتر والقلق اضيف على ذلك انه على ما يبدو ايضا ان اجهزة دولة كنت متوترة من 11 11 وكأنها لا تعرف الحجم الحقيقي الحالي للاخوان وانه زي ما كنا بنتكلم في الفصل انه اخرهم ينزل 4000 بني ادم ليه كان هذا الانخداع او هذا التوتر او اللقوع في فخ الخوف سواء اذا كان من بعض الاعلام او اكثره او من بعض اجهزة الدولة او اكثرها بص بالنسبة لاجهزة الدولة انا اقول لك وهكلمك برضو عن الاعلام بالنسبة لاجهزة الدولة الاجهزة الامنية النظرية اللي بتحكمها في العمل هي نظريات الاحتمال مش نظريات اليقين حرص ولا تخونش اه يعني اذا كان هناك احتمال خصوصا اصلي المشكلة برضو الناس لازم تعرف ما كانش الموضوع هو غلابة ولا صورة مساكين وصورة جائعين وناس مش لا يتاكل مش هي دي القضية هم عايزين يحركوهم طب يحركوهم ليه يعني هم مدركين انه الدولة بعد ان اصبحت ذات قوة وذات شوكة ولها قدرة على ان تضل قائمة وموجودة هم يعني عارفين كده وعارفين ان مصر على المستوى الدولي على الاقل بقى لها قبول كبير جدا على المستوى الدولي وعارفين ان مصر دخلت الى مناطق كانت مناطق محظورة في عهود سابقة دخلت الى افريقيا ودخلت الى اسيا الرئيس راح بلاد كثيرة وراح الامم المتحدة ورايح البرتغال يوم 21-11 يعني الدنيا تفتحت لمصر والعلاقات تفتحت فهم مدركين حتى ان هذا القبول الدولي يعطي لمصر شرعية للحكم في مصر شرعية دولية لا يستطيع احد ان يحركها او يزحزحها هم مدركين ده بس هم عندهم هم بيقرقهم تعبنين له وعايزين عارفين ان عندهم واحد اسمه محمد مرسي مسجون واحد اسمه خيرة الشاطر واحد اسمه محمد بديع مرشدهم وغير وغيره من قيادات من الاخوان المحبوسة هم قبل كده عملوا سيناريو في 28 يناير 2011 السيناريو ده لما كان في حالة غضب في الشارع وحالة يوم الجمعة 28-11 الناس نزلت والمظاهرات كترت والامن المركزي طلع عشان يواجه والجيش نزل في قبل مغرب 28-11 عشان يستتب الأمن في البلاد ساعتها ادروا من خلال ميليشيات مسلحة ان هم يقتحموا السجون ويدخلوا على السجن اللي كان فيه محمد مرسي وعصام العريان وبعض قيادات الاخوان وادروا يحطاموا أسوار السجن وادروا يقتلوا أحد الضباط العظماء في السجن اللي كان رافض مسألة خروجهم الميليشيات المسلحة عملت كده وبعدين طلعوا اد بعض الناس اعتوا للمسكين محمد مرسي موبايل هاتف متصل بالسورية عشان يتصل فورا ويلاقي فيه رقم تليفون قناة الجزيرة ويتصل بهم ويقولوا أنا دلوقتي بخرج من السجن دي كانت إشارة لكثير من الميليشيات عشان تتحرك وتؤمن محمد مرسي بعد أن استطاع أن يهرب من السجن دي أمور أصبحت مكشوفة ومعروفة هم عايزين يكرروا السيناريو ده عايزين يخلوا الشارع في حالة غضب يستغضب الشارع المصري مرة أخرى عشان إيه؟ عشان هو متعاطف مع الشارع بيحب الشارع بيحب الناس الغلابة بيحب الناس الطيبين الحقيقة هو شايفهم ناس انقلبوا على الإسلام ووقفوا ضد الإسلام هو شايفهم كده لكن هو عايز يستغلهم في حالة الفوضى يصل بالبلاد إلى حالة فوضى وبعد حالة الفوضى يروح على السجون يحرر الناس بتوعهم من السجون لأنه يسميهم أسرع أسرع أي أنهم وقعوا في يد العدو الذي يحارب الإسلام ده مستجين ده أسير فيحرروا من السجن ده هدفه الأساسي أو من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية من محاولة استغضاب الشارع المخطط ده موجود ومعروف لدى جاهات الأمن فلما جاهات الأمن يصل إليها مثل هذا المخطط مسألة بقى قدرة هذه الجماعة على التنفيذ أو أنها لن تستطيع أن تقوم بالتنفيذ دي مسألة تانية لكن الاحتياطات الأمنية بتختضي أن يكون هناك لذلك كان في حراسة مشددة مدرعات وقفة قدام السجون لأنه المخطط كان واضح تماماً كنت أمشي بسيارتي قبل 11-11 يوم 10-11 جنب سجن طرع بسيط لقيت المدرعات كلها وقفة لأنه في مخطط لتهريبها بس ده مفهوم يعني أن أنا أأمن السجون مفهوم أنا خنت خشيتي فين أنه هذه الصور أو هذه الفيديوهات لتأمين بقى في الشوارع بعيداً عن سجون أو بعض المنشآت الحيوية والرسمية ده بيتم استخدامه عملياً أو بلا صح يدي رد فعل عكسي اللي احنا قد نتكلم عليه من شوية عندما ينظر العالم إلى هذه الصور وهذه الفيديوهات آه مصر مش مستقر آه مفيش داعي للسياح يا خبر مفيش داعي للاستثمار البلد لسه على كف عفري يعني القلق ده القلق المبالغ فيه يؤدي إلى رد فعل أكبر مما يمكن أن نتحمل هنا بنتكلم بقى عن الأمن السياسي يعني أنت يعني كنت بتكلم معاك عن الأمن المجرد وانت طرحت سؤال عن الأمن السياسي أي أن الأمن يجب أن يكون له أيضاً رؤية سياسية عندما يقوم بالتأمين ويستخدم وسائد معينة للتأمين دون أن يخل بالكل الاحتياطات الأمنية ولكن بشرطها أن لا تظهر بيقولك أقوى درجات التأمين أن لا يظهر أن هناك أمن دي أقوى درجات التأمين صح أنه ما يكونش ظهر أبداً لحد أن فيه أمن لكن المسألة برضو يعني أنا معاك كان فيه قدر من التوتر هنا ليس في السجون ولا أمام السجون ولكن في الميادين صحيح الصور يعني اللي إحنا شفناها بعد كده المجموعة أصيبوا بالملل والكلام حتى الساخر الذي خرج من المصريين أنه أصيب 150 عسكري أمن مركزي بالملل بالملل الشديد بالملل الشديد والكلام ده وبعض صور لأفراد من الأمن المركزي وهم بيأكلوا الأيس كريم أو هم بيتفرجوا على النيل من فوق كبري أصر النيل حس فكاه مصري معتاد يعني الحاجات دي يعني صحيح خففت من وطقة هذا الأمر نوعا ما لكن أنت لازم تعرف أنه برضو كان فيه توتر والتوتر ده لا ينبغي أن يكون بهذا الشكل لأنه إحنا خلاص يا جماعة عرفنا قدر هذه الجماعة قدر تنظمها وقدر إمكانيتها في الحركة نعمل كل الاحتياطات الأمنية بشرط أنها تكون واضحة أو ظاهرة نأمن لكن أنا هقول إيه عندنا خبراء أمنيين داخل وزارة الداخلية على أعلى مستوى إحنا بنقول لهم أنه إحنا بقى أنا كرجل سياسة وكرجل خبير في تلك الجماعة وأنت كرجل إعلامي وإحنا لازم تاخدوا بالكم من الحكاية دي تنتبهوا للأمر ده لأنه بيؤثر سلبا على حركة الاستثمارات وبيدي انطباع عكسي على قدر ده في خارج مصر على الأمور التي تحدث في مصر ويقولوا دي بلد وصل بها الارتباك لدرجة أنه من مجرد دعوات لمظاهرات وقف هذا الكم الكبير من الجنود في الميادين وده يدل على أنه يعني وكأن النظام خائف وكأن الحكومة مرتعشة وهي لا ينبغي أبدا أن تخاف أو أن ترتعش خلق ديكي إيد حديد محدش هيقدر يعمل حاجة انت قوية بما فيه الكفاية كفاية أستاذ يوسف يعني أنت عمرك شفت يعني أم عرفش أنت يعني كنت في 18 و 19 يناير سنة 77 كنت مولود بس كنت صغير يا مولود 75 لا أنا عشت الأحداث دي وكنت طالب في كلية الحقوق وشفت المظاهرات اللي خرجت بعد زيادة الأسعار واللي زود الأسعار رجل الحرب والسلام أنور السادات اللي كان طالع بعد انتصار أكتوبر سجن تقريبا حوالي 116 شاب لو أنا متذكر وخرجوا بحكم قضائي من المحكمة وكان المستشار صليب وقتها وألف حيسيات حكم أكتر من رائعة أدان بها سياسيا وإجرائيا ما فعله الرئيس الراحل الأمار السادات وأنه رفع الأسعار في زمن غير موضعه وأنه لم يكن حاريا بها أن يفعل ذلك ولم تستعد الحكومة لكذا ولكذا ولكذا أنا مش بنقش الرأي السياسي أو الاقتصادي في القرارات اللي أصدرها الرئيس السادات أو صدرت من رئيس الوزراء وزيادة الأسعار التي ترتب عليها بعد أحداث 18 و19 يناير أن أقل الرئيس السادات رئيس الوزراء أظن كان الدكتور عبد العزيز حجازي الله الرحمن الرحمن الرحيم فإنما أنا بتكلم على أنه شعب وقتها والرئيس كانت له شعبية كبيرة الرئيس السادات كانت له شعبية كبيرة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع سياسات بس أظن كانت وقتها بدأت تضاقل برضو ستصرحتك قدر مني يعني بالواقع وقتها أنه شعبيته كانت في عزها لحد 73 وبعدين بدأت يحصل تضاقل من 75 شعبيته من بداية الحكم إلى 73 كانت تحت تحت 73 طلقت السام من 75 75 بدأت تقع تاني بس ما وقعتش تحت خالص لا كان له قبول وكان له تأثير وكان فيه ناس برضو مازالوا معاه لكن لما يخرج الشارع بعد هذه القرارات بعض زيادات بسيطة ده شارع خرج وهو غاضب ورئيس له شعبي لما يكون النظام الحالي والرئيس الحالي الرئيس عبدالفتاح السيسي تزيد الأسعار يرفع الدعم يعوم الجنيه أو يطرح يعني يقضي على ما يسمى بالسوق الموازي أو السوق السوداء للعملة أو للدولار وتلاقي ويزود أسعار البنزين وتلاقي الناس استقبلت ناس كتير زعلت وناس كتير غضبت وناس كتير فكرت في بطنها وما فكرتش في مستقبلها وناس كتير يعني طب هو القرارات دي وقت مناسب طب ما كان المفروض تتاخد بالتدريج كتير لكن هل الناس نزلت وغضبت في الشارع وعبرت عن غضبها أو أو لا ما حصلش الكلام ده ده معناه إن فيه رصيد موجود لدى هذا الرئيس رصيد كافي يضمن له قدر كبير جدا من الاستقرار أو إنه فيه شيء من المنطقة عند الناس أنه الوضع لا يتحمل أي قلق السياسي يعني الغلابة بالذات لما الواحد يقعد يتكلم معاهم فتقول له مثلا إيه وإنت بقى عاوز تنزل في 11 11 فيقول لك إيه وإحنا فينا حين نعمل ثورة تانية بيه يعني في حالة منطق عند الناس في حالة عقل عند الناس أنه الوضع غير مواتي على الإطلاق في واحد قال لي جملة الحياة كانت لطيفة خالص ورجل على باب الله قوي يعني كلنا على باب الله رجل هقد حاله خالص قال لي بقى لما ثورت يناير قامت كان فيه 36 مليار في اللي احتياطي على حسن ما كنا نقرأ قلت له تمام قال لي يتعامل ثورة دلوقتي وما فيش حاجة في اللي احتياطي غير شواتس ولف فتحكت هو عنده منطق وإن كان رجل لم يكمل تعليمه السنوي حتى ورجل بيشتغل في مهنة بسيطة وجميلة وكل حاجة بسيطة ورجل على قد الحال خالص فده كان المنطق بتاع الناس هو ده برضو بيدلك على حاجة أن الثورات عموما بتبقى عمياء وأنه ممكن تترتب أحداث بعد الثورات مخالفة تماما للأهداف التي كان ينادي بها الثوار لأنه خصوصا الثورات التي بلا زعيم لم تكن ثورة 25 يناير لها زعيم أو قائد يوجه الأهداف بتاعتها ويمشيها ويقود الجماهير والشعب يراهن عليه كانش فيه الكلام ده لذلك ذهب كل فريق بما كان يفرح وبما كان يظن وبما كان يعتقد فبالتالي كان الناتج أنه الإخوان هما اللي سيطروا هما الفصيل الجاهز اللي عنده أفراده اللي عنده قدراته التنظيمية فقدر يسيطر على باقي الفصائل الأخرى التي لم تكن جاهزة على الإطلاق وليس فيها قائد تراهن عليه الجماهير فده وارد طبعا بالإضافة عايزة أقول لك حاجة هو ممكن يعني كل شعب من الشعوب زي البشر زي الإنسان زي صروة زي يوسف الحسيني لك طاقة نفسية محددة طاقتك النفسية دي هل تتحمل كشعب أن أنت تعمل ثلاث ثورات هي ثورتين وكل ثورة من الثورتين كانت لها أسبابها الدافعة لها بكل قوة صحيح مش كل شوية بقى هنقعد نعمل ثورة ده كلام الناس برضو كتير كانوا يقوله لي مش مجرد أن الأسعار ارتفعت أو إحنا غضبانين من ارتفاع الأسعار يبقى هنعمل ثورة لكن قراءة جماعة الإخوان للأمر كانت قراءة مختلفة ليست القراءة الرشيدة كنا بناخد زمان في المدرسة كتاب القراءة الرشيدة كتاب القراءة الرشيدة هم يبدو أنهما ما دخلوش مدرسة ويبدو أنهما ما كانش مقرر عليهم كتاب القراءة الرشيدة كان مقرر عليهم كتاب القراءة العبثية وفي القراءة العبثية لا منطق ولا عقل ولا فهم على الإطلاق فيقرى الموضوع على حسب هواه هو عايز إيه بالزبط فبالتالي يظن أن الناس تريد مثل ما يريد بالزبط زي خطابوا الديني أنا جيت في مرة من المرات طلبت مني إحدى المحاكم يا أستاذ يوسف أن أنا أشهد في قضية من القضايا اللي كان فيها إخوان متهمين إرهابيين كانوا بيستهدفوا في السويس خطوط الغاز فطلبت مني المحكمة وكانت محكمة عسكرية أن أذهب شاهدا في القضايا وأنا رايح عشان أشهد وأنا واقف قدام المحكمة فإذا المتهمين اللي موجودين في القفص بيهتفوا ضدي وبيقولوا في النار أنت في النار ستكون في النار مسواك جهنم وبئس المصير كذا وكذا أيها الكافر أيها 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 أنا اضحكت الحقيقة بعد ما سكت رئيس المحكمة قال لهم خلاص هديته هتفته شتمته ها نسمع بقى الشاهد فأنا قلت له أنا بس عايز أقول حاجة قبل الشهادة بتاعتي عايز أقول أن هناك بعض الناس يوزعون أقدار الله على هواهم أقدار الله كأن الله يعمل عندهم سبحانه وتعالى جل في علاء كأنه يعني قائد الجيش بتاعهم كأنهم يأمرونه عليك به افعل فيه كذا عليك زي ما بيقولوا في المساجد برضو عليك باليهود والنصارى ومن ولاهم إيه ده اللهم فعل فيهم كذا اللهم بددهم واجعل مش عارف إيه جمعهم ولا إيه فنحرهم ولا الكلام الغريب اللي بيقعدوا له على المنابر وكيف تصورون هؤلاء الناس كيف تصورون الله كيف يرون الله سبحانه وتعالى بيوزعوا زي ما بيوزعوا أقدار الله على هواهم بيوزعوا برضو مشاعرهم وبيعتقدوا أن الشعوب تتفق معهم في هذه المشاعر وأنهم بما أنهم من الغاضبين على النظام إذن الشعوب أيضا ستكون غاضبة طيب أنا هستأذن هروح لفاصل على قدر الإمكان سريع ونرجع برضو أسأل سؤال يمكن بسيط هل نعتقد لقدر الله أن الجماعة قد تتخذ مجموعة من المبادرات الخاصة بنفس العنف والاستتابة وما إلى زلك زي اللي جرى في التسعينيات لو نتذكر أيام بقى الدكتور فضل وحاجة المعاد المعاد أنا عندي معاد مهمة طيب إحنا أشكر حضرتك وإحنا هنحاول أنه عنا نتنقش في ده مع الجماهير ماذا لو حدث ذلك أشكر حضرتك جدا 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 أستاذ هروت وأنا عارف حضرتك يعني جيلنا وفي عز الزحمة ولبت لنا الدعوة يعني مش عارف أقولك إيه تفضلت علينا مشكورا ألف شكر لحضرتك شكرا ولازم تلحق المعاد بتاعك أشاندون يا زحمة وشكرا للمشاهدين والمستمعين في كل مصر وسعيد جدا جدا أن أنا معاك النهاردة وأن أنا اتكلمت مع الناس من خلالك لأنه ما شاء الله عليك أنت رجل مميز ربنا يزيد التميز ألف شكر لحضرتك خليكم معنا إحلس المستمرين معاكم لحد الساعة 5 فاصل ونكمل الكلام كنتم معا بصراحة مع يوسف الحسيني على نجومة في أم ونجومة في أم تي في نجومة في أم على كيفك